الكاتبة المرأة أو الكاتبة لما بتعبر عن المرأة بتكون حسة أكتر يمكن بتكون شايفة أكتر بتكون يمكن قادرة تلمس نقط يمكن الرواقي طبعا فيه كتاب كتير أبدعوا في كتابات عن المرأة ولكن الست لما بتكتب عن الست الموضوع أكيد بيبقى مختلف زي كده المخرجة لما بتعمل فيلم عن المرأة وعن السيدات أكيد بيبقى فيه تتش نسائي مختلف ما اعتقدش أن الراجل ممكن يعرف يحس بي أه يعني صحيح حضرتك كتبتي روايات كتيرة وكتبتي كلام كتير عن المرأة أقربهم لقلبك وأكترهم فيهم تعبير عن مشاكل المرأة حاسة أنك لمستي بمنطقة ما كانتش موجودة قبل كده هي أكتر روايات تعبيرا عن أوضاع المرأة وخاصة في مجتمع محافظ زي الريف مثلا هي رواية وراء الفردوس صدر 2009 وكانت في القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010 ومترجمة للغة الإيطالية واللغة الألمانية الرواية دي بتتناول أوضاع النساء في مجتمع مغلق وإزاي بيبقى أحيانا بيبقى فين عدم عدالة في التعامل يعني بين البنت الفرق بين البنت وأخوها طبعا يعني طريق التعامل وإزاي دور المرأة ممكن يبقى كان يبقى في قاهر نساء أخريات يعني في الرواية الجدة وده يعني لي علاقة بدور الجدة أيضا كانت هي المسيطرة هي الكبيرة هي بالزبط وهي الحريصة على ترسيخ القيم الزكورية الموجودة يعني أكتر من الرجال نفسهم فده يعني ده موجود في المجتمع حقيقي يعني فالرواية دي أنا بحس إن هي معبرة عن أوضاع المرأة والمشاكل اللي كانت بتواجهها في مناطق معينة يعني وفيه أكتر من شخصية شخصيات مختلفة وكل شخصية لها معاناتها الخاصة وأزمتها الخاصة فأنا حاس أن هي الأكتر التصاقا بفكرة قضية المرأة في جبل الزمرد لكن جبل الزمرد تناول المرأة فيها مختلف إزاي بقى تناولتي زي إزاي زي منصورة يعني هي حسيت في جبل الزمرد هي المرأة هي أساس العالم يعني هي رواية بتشتبك مع ألف ليلة وليلة من خلال البحث عن قصة مفقودة من ألف ليلة وليلة كل المؤثرات في الرواية نساء يعني الرواية هي امرأة واللي هي الكهنة للمفروض تعيد الحكاية وتعيد التوازن إلى العالم هي امرأة كأن في نوع من تأنيث العالم يعني فكرة أن النساء هن الأساسيات في هذه الرواية كل شيء كأننا أمام مقلوب للعالم المرأة هي الأساس فيه أي مجتمع أنثوي زي ما بنقول مجتمع ذكوري فهو مجتمع أنثوي يعني المرأة هي المسيطارة أكثر فيه تأنيث للعالم يعني الأميرة الموجودة هي البطلة زمرودة هي امرأة الكاهنة هي البستان البحر نعايزين نروح العالم ده جميل اشتركوا في القناة